مصوى السؤال اللي كنت بتكلم في ده من هو ستات عايزة إيه؟ خدوا أجازة مش هيعجبهم، ما خدوش أجازة مش هيعجبهم لكن أستاذة فاتل أكيد لها رأي فيما تفضل به دكتور وليد اتفضل لي دكتور وليد دلوقتي لما كان بيتكلم حضرتك على أن وظيفة الزوجة تمام؟ هي مش وظيفة ودي حقيقة لأن ربنا سبحانه وتعالى العلاقة الزوجية هي أسمى علاقة موجودة على الأرض هي الرباط المقدس ما بين أي زوجين فيها حضرتك المواد ده في الرحمة وفيها السكينة لكل واحد فيهم بيكمل الآخر وليس ند للآخر ولكن اللي أنا بتكلم عنه اللي هو مختلف اللي دكتور وليد تتكلم عنه على أن الأم ده هي ربنا زي ما حضرتك كنا في الفصل كده بنتكلم الأم أو الزوجة أو المرأة ربنا فعلا اختصها بحاجات كتير جدا جدا الستة دي ممكن تعمل كذا حاجة في وقت واحد وتكون مركزة فيهم وتكون منتبهة جدا بيهم وتكون بتزاكر للولاد وتكون بتطبخ وتكون بتكلم في التليفون وانت مش عارف هي مركزة فين ولكن هي مركزة دي طبيعة ربنا خلقها فيها حبها لبيتها ده حب أساسي حبها لأسرتها ده حب أساسي لكن لا احنا بنتكلم فيه على يعني الإمكانيات دي مش موجودة عند الراجل الراجل لا الراجل يركز في عمل واحد يتقن فيه جدا ويعطي فيه جدا لو حضرتك ادتو أكتر من عمر في لفظ اللحظة ممكن يشتت وما يعملش حضرتك بالأداء ده السؤال الفخ بقى أنا كده سألتك سؤال الفخ فجاوبتي طب حتى هنعمل إمكانياتنا كده غلابة تمام كمينة فعلا كتير جدا من يعني من أولياء الأمور بيبقى مش عارف قد إيه المعاناة اللي الأم يوميا بتعملها وخاصة الأب يعني الأب بيجي مثلا يقول لها لو خاصة لو الستة اللي هتعمل وموجودة في البيت فهي بتطبق وهي بتغسل وهي بتبزكر للولاد وبيتودي لولاد المدرسة وزي ما حضرت الدكتور بيقوله بتنتبه ليه التصرفات بتاعتهم وبتحاول إن هي تقوم كل السلوكيات اللي هم بيعملوها ولها نظرة صقبة زي ما حضرتك قلت كده عن الستة الوالدة فإن هي تقدر فعلا لما أنا أولادي بيبقوا معاديين بعرف إن هما بيتكلموا في إيه أو بيبقى في مشكلة عنده في المدرسة أو أي حاجة لكن أنا بتكلم دلوقتي على إن فعلا المرأة ربنا اغتصاها بحاجات كتير جدا لكن في حاجة معينة يعني لها قدرات معينة علشان أنا أقدر إن أنا أدي طول الوقت لازم أشحن الباور بتاعي أو البطارية بتاعتي إن أنا ممكن يبقى فيه يوم أفصل فيه مش معنى كده زي ما حضرتك بتقول لو فيه جائحة كورونا لو فيه حضرتك مشكلة ما كده هي من غير ما تقول هي عرفة هي ولادها دول أغلى من يعنيها وأسرتها ده هي أهم حاجة بالنسبة لها ولكن لو فيه متاح بالنسبة لها على إن هي ممكن تجدد النشاط بتاعها ليه لا؟ ليه لا يكون فيه مثلا ساعة ولا ساعتين تخرج فيه مع الأصدقاء بحيث إن هي ده هي تتحسن من الحالة النفسية فتقدر إن هي تستقبل بعد كده هو كل الأحمال اللي هي بتشايلها أو كل الالتزامات اللي هي موجودة عليه وأنا ما شفتش أي سيدة عليها التزامات حضرتك بتسقط هذه الالتزامات وبتسيبها على الرجل بالعكس ده لما حضرتك تقول لها مثلا أنا خليكي النهاردة إحنا هناكلوا من برة تقول لك لأ ده خلاص أنا طلعت الحاجة من التلاجة وخلاص وزبطت نفسي بنا بطلعها الفرخة من الفريزة نعم كده وزبطتها لو حضرتك قلت لها مثلا أن أنت هتدخل المطبخ وتعمل حاجة أغلب السيدات أنت هتدخل تبقى هدلي الدنيا من المطبخ أنا هتدخل وأنا هعمل بنفسي ليه؟ لهي طبيعة جواه ولكن الفكرة اللي هو فكرة أن الضغط وخاصة لو الست بتعمل وجود الزوج موجود زي ما حضرتك وفي حالات استثنائية اللي أنت قلت عليها لو هي مطلقة أو هي أرملة أو الزوج إن هي مسافر استحالة أنا أعتقد كمان أنا كنت عاملة بحثة حضرتك على مجموعة من الأسر تقودها سيدة في حضرتك زي ما أنت بتقول كده هوت الرجل مش موجود يأما أنه هو مسافر يأما أنه هو حضرتك منفصلين يأما أنه هو متوفي تمام كده هوت أنا شفت أن كمية التزام في الأسرة دهيت من سيدة تقودها عرفة أولادها مستقبلهم هو إيه وهي رسمانهم المستقبل ده هوت ومحددها لهم وقتهم ومحددها لهم حياتهم عكس كده هوت تماما يعني لو أم هي اللي توفت والأب هو اللي بيقود الأسرة مش هتلاقي نفس الالتزام ولا هتلاقي يا حضرتك نفس إن كل حاجة مترتبة في حياة الولاد بالعكس في حاجات جدة بتسقط من الرجل وبتققى منه ما بيقدرش إنه هو يلمي بيها ده مش معناها إنه احنا بنقول لأ يلازم يبقى فيه يوم في الأسبوع واليوم إجباري احنا بنقول لو متاح يكون فيه يوم ظريف في الأسبوع إنه هي تاخد فيه أجازة من التزامتها ما قلتش من أسرتها يعني إنه هي تخصص لنفسها ساعتين تلاتة تروح تعمل مثلا شوبن جفيه تخصص لنفسها ساعتين تلاتة إنه هي تروح تستقبل فيها لأصدقاء تقاو ينكذبوا تمام كده لا أهو ده في حاجة بتوقفكو أربعة وشيء ساعت ترجمة نانسي قنقر